السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم شباب؟ أنا إياس طار سأكون معكم بسلسلة تصميم استبيانات إكسلس فورد نحن أخذ بالدرس الثالث من سلسلة تصميم استبيانات الإلكترونية أنواع الأسئلة نحن أخذ أسئلة خيارات متعددة والبيانات الوصفية أسئلة خيارات متعددة نقسم إلى قسمين Select One و Select Multiple Select One يسمح لي أحدد إجابة واحدة فقط Select Multiple يسمح لي أحدد إجابات متعددة يتطلب Multi-Choices Questions إضافة الأجيب المتعددة في ورقة Choices على أن يكون لجميع الأجيب نفس اسم القائمة عنها المثال السؤال بيسأل عن الجنس نقوم بوضع السؤال في السورفي نحدد Type أي نوع Select One ونحدد له Name أي اسم البرمج نقوم بوضع الخيارات في الخيارات أحنا خيارين ذكر وأنثى نحدد لهم Name ونحدد لهم Least Name لكن Least Name تكون موحدة لأنه بدنا هالخيارين يظهروا سوية فنحنا بنختار واحدة منهم خلونا نشوف مثال هالسؤال بيسأل ما هو مصدر المياه الأكثر الشيوعا واستخداما في المنطقة؟ بنلاحظ أنه عنا عدد كبير من الخيارات لكن الكوبو ما بيسمح لي إلا أختار خيار واحد فقط أول بيقول ما هو مصدر المياه الأكثر الشيوعا واستخداما من قبل الناس في القرية والحي خلال ثلاثين يوم الماضي وعنا عدد إجابات لكن هون هو محدد لي أنه بده خيار واحد فقط أي Select One نفتح ملف الأكسل اللي صمنا الدرس الماضي اللي هو كان Basic Format اللي هو شكل أساسي لإستبيانة Excel S-Form حيث يتكون من 3 شيتات الشيط الأول هو Surveys Choices Settings Surveys اللي يتكون من Name Type Label Choices يتكون من Label Name List Name والSittings يتكون من Form Title Default Language نروح على Surveys ننسخ السؤال تحت عمود Label رح قوم بإنشاء اسم برمجي لهالسؤال معكم كامل الحرية بتختاروا أي اسم بتكون لكن هنا قواعد لازم التزام بها ما بيصير نبلش Name بأرقام أحرف أحرف وأرقام ممكن فراغات غير ممكنة هاي الإشارات هاي الإشارات أو الأرقام ممنوعة حصرا الأندرسكور هون مسموح يفضل تسمية الأسئلة باسم يدل على السؤال مثلا هون ما هو المصدر المياه أكثر شيوعا فهون أنا سأسمي الـ سأسمي ومجرد النظر إلى الـ name رح أعرف السؤال بيسأل عن مصادر المياه بعد ما حددنا الـ name رح حدد الـ type الـ type هو آي اللي اختيار واحد فقط لكان النوع هون select one بعد ما قمت بإضافة السؤال إلى survey وتحديد الـ type وتحديد الـ name نروح على choices ننسخ الخيارات تحت عمود الـ label بعد ما خلص ننسخ الخيارات رح نحدد الـ name كمان هون إلى كاملة الحرية رح تختار الـ name اللي بدك للأجيبة لكن هون يجب أن لا يتعدى المحارف 32 محرف بعد ما خلصنا تحديد الـ name رح نحدد الـ list name أنا بدي كل هالخيارات تظهر سوية لهيك رح يكون list name موحدة للكل بعد الانتهاء من نسخ الخيارات وتحديد الـ name و- list name كيف بدي أربط هالسؤال بهالخيارات أنسخ list name أروح الـ type هون فقط مسموح بالفراغ أو space نقبل space مرة واحدة فقط نلسق اسم القائمة أنا بخبر للكوبو اسمح لي اختار select one من اسم القائمة اللي اسمه source فرح يظهر لي كافة الخيارات اللي إلا نفس اسم القائمة ورح يسمح لي اختار خيار واحد فقط خلونا نحفظ الاسبيان ونرفع لحسابنا على الكوبا toolbox لكن قبل خليني نحدد اسم للاستبيان بعد ما فتحنا حسابنا على الكوبا toolbox بنجيب نضغط على project نضغط على upload your exxers form ونختار استبيان نفتح الاستبيان هذا هو الاستبيان الصمنا قبل شوي العنوان عم يظهر لي بخط عريض السؤال عم يسمح للكوبو اختيار خيار واحد فقط select one سناخد select multiple هالسؤال بيسأل عن مشاكل وصوله لمراحض فحطينا السؤال بعمود ال label بشيط survey حددنا type وحددنا name وضعنا الخيارات بشيط choices تحت عمود ال label حددنا name عددنا list name لاحظوا list name موحدة لانه انا بدي كل هالخيارات تظهر سوية لاحظوا لاحظوا انها select multiple يعني الكوبو رح يسمح لي اختار خيارات متعددة من اسم القائمة اللي اسمها problem related لانه لانه نشوف مثال لاحظوا انه الشكل تغير صار مربع فالكوبو رح يسمح لي اختار خيارات متعددة select multiple خلونا نفتح ملف الشكل الاساسي لستبيان تكسيريس فورم اللي صممنا في الدرس الاول ونصمم هالستبيان هالسؤال ما الطرق الاكثر شيوعا التي ساختم السكان القرية او الحي لمواجهة قلة او نعدام المياه في عنا عدد خيارات لكن كاتب لي اختار كل ما ينطوق يعني select multiple هنقوم بنسخ السؤال ولسقه بعمود ال label بالsurvey وتحديد ال type وال name بعد ما اضعنا السؤال بال label وحددنا ال type وحددنا ال name خلونا هلا ننسخ الخيارات بشيط choices بعد ما خلصنا وضع الخيارات choices تحت عمود ال label بنحدد ال name مثل ما قلنا اللي كن كامل حرية بيوضع ال name اللي بتكون ياه لكن على الا يجاوز 32 محرف ولا يحددنا تحتوي على فراغات حصرا ال underscore بعد ما خلص ال name سنقوم بتوحيد اسم القائمة ننسخ اسم القائمة نروا على survey بعد type select multiple نقوم space مرة واحدة فقط ونقوم بلسق اسم القائمة بها الطريقة الكوبو رح يسمح لي اختار select multiple خيارات متعددة من اسم القائمة اللي اسمها common methods خليني يضيف عنوان وارفع حسابي على الكوبو toolbox هذا هو الستبيان الصومنا قبل شوي لاحظوا فيني اختار خيارات متعددة باستخدام select multiple البيانات الوصفية او المتا data يحتوي الexceles form على عدد من المتغيرات التي تعطين معلومات عن الستبيان شكل تلقائي وهي start يعطينا تاريخ ووقت البدء بمن الاستبيان end يعطينا تاريخ ووقت الانتهاء من المل الاستبيان today يعطينا تاريخ اليوم الذي قام باحث بمن الاستبيان فيه device id يعطينا ايمي الجهاز المستخدم في المل الاستبيان seam serial يعطينا رقم السيم الموجود في الهاتف phone number يعطينا رقم الهاتف المستخدم في مل الاستبيان لنقوم بتطبيق عملي على الميتا data يفضل وضع الميتا data في بداية الاستبيان خلينا نجرب الميتا data نجعل type نكتب start start رح يعطينا تاريخ بدء فتح الاستبيان end تاريخ الانتهاء من الاستبيان today تاريخ اليوم الذي قام به جمع البيانات من الاستبيان device id يعطينا رقم imit جهاز sim serial يعطينا رقم السيم واخيرا phone number يعطينا رقم الهاتف يقوم الجهاز بالاستجابة لهذه المتغيرات بشكل فوري اي لا تظهر في الاستبيان فقط نضع هذه المتغيرات في type ونحدد لها name ويفضل يكون نفس name اما بال label فبنتركه فاضي لانه الجهاز بيستجيب لهذه المتغيرات بشكل فوري فهل المتغيرات اللي حطينا هون هون الميتا ديتا ما بتظهر بالاستبيان هيك وصلنا لنهاية الدرس الثالث من سسرة التصميم الاستبيان الاليبترونية اخذنا بهالدرس انواع الاسئلة اخذنا اصلت خيارات المتعددة وعرفنا انه تتكون من شقين اساسيين select one لتحديد خيار واحد فقط و select multiple لتحديد خيارات متعددة بعدين اخذنا البيانات الوصفية عرفنا ان البيانات الوصفية تعطينا معلومات بشكل تماتيكي حيث ما تظهر هالمتغيرات في الاستبيان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة